ده نراج الناس تقول إيه لو شافوك نايم كده يا تشايا لو سمحتي ادخلت دلوقت شقتي كوسي بيني في حالي هي دي خلاص باقي طبيعة حياتنا اللي لازم نعيشها ونرضى بيها انت مش فاهمة أي حاجة ليه بتعمل كده؟ قوم ما تخليش الناس تتفرج علينا ماينفعش تفضل قاعد هنا برة يلا قوم نتكلم جوا يلا قوم يلا ندخل البيت مش هادر أدخل يا تشايا مش هادر خالص الراجل مننا لازم يعيش على قده طب قوم بس هو انت واخداني على فين كده؟ يلا ادخل جوا فاهميني بس يلا انت ليه صممتي اني أدخل؟ ليه بتضغطي علي كده؟ قعد انا حيي نفسي تتعبان قوي اه تشايا انا عايزك تسامحيني وعايزك ترضي عني كمان انا آسف قوي انا على طول كنت بدايق فيك وبقول عني الكلام مش كويس وحاجات ما حصلتش انا بعمل كده ليه؟ انا غلطان غلطان انا آسف حقك علي بس انا اعمل ايه يا تشايا يا ريتو ليلي انا في حاجات كتير جوايا مدايقاني ولما بتدايق ببقى مش عارف بعمل ايه ولا حتى بقول ايه ولما بفوق واركز بحس بغلطتي وبقول لي نفسي دايما ازاي ازاي عملت كده في امرأة حبيبتي انا بجد انسان وحش انا مستهلكيش انسى كل الكلام ده وقول لي حصل ايه خلك متدايق بالشكل ده ما تسألنيش يا تشايا علشان مش هجاوب انا امرأتك مش كده يبقى لازم اسألك رد علي يا الله وانت حتحس براحة انا هرتاح بس الكلام اللي انت هتسمعيه هيدايقك قوليلي بقى انت ايه زنبك في الوجع اللي هتحس بيه انا مش عايز اتكلم انا ضيقتك كتير كيف هيك ده انت تعبت معايا قوي ده نراج هو انت تعبان ولا حاجة اشوف لك دكتور دلوقتي دكتور دكتور ما تقوليش كلمة دكتور دي التاني خالص كل ما اسمع اسمه ما يجيش في دماغي غري التحليل وفيه ايه وايه موضوع التحليل اللي انت بتقوله ده قولي ايه ده اللي انت بتتكلم عنه لأ ما تقوليش كلمة تحليل تاني خالص شوفي انا بتريعش ازاي لما بسمعها أول ما بسمع الثلاثة أحس أني ضايخ أو دماغي فيها صداع جامد أحس أني تعمل جداً شايا، أنت ممكن تعملي لي شوية شاي لو سمحتي حاضر، حاضر بس شوية صغيرين يمكن حالتي تتحسن خليك هنا وما تروحش في حجب هعمل لك شاي واجه على طول خليك مستراجح حاضر، بس لو سمحتي، سمحيني يا شايا سمحيني شكرا